الهارب عبارة عن أوتر مشدودة 47 واتر يعني لما العود خمسة يعني كلها الألات الوترية بس ده التطور الأخراني لي يعني الهارب اللي انت شفتيني بلعب عليه في الفيديو ده ده 36 واتر وفيه أصغر منه كمان يعني فيه ألات أصغر منه ده 47 واتر وهو واتر مجدود على أوتره ايه؟ ده فضة خيوط فضة فبتعمل الصوت البيز ده يعني أشبه ايه من الألات الواترية اللي فيها الخيوط الفضة دي؟ ممكن الكونتر باس مثلا أو القانون في الأوطر الغليزة خالص دي أوتر غالية جدا بتوصل يمكن تمانها الواحد من 40 ال60 يورو أو دولار الواحد يا خبر وبعدين الرنج ده أمعاء أمعاء حيوانات فيها كثير من الألات الواترية كده بس قلت لي إيه اللي فضة وإيه اللي أمعاء؟ ده كده فضة الرنج ده ده فضة ومن أول هنا أمعاء خبر على الصوت اللي فوق ده نايلون أوطار نايلون عادية ده نايلون ده نايلون الخشب؟ الخشب بيبقى طبعا دنينة وعية معينة من الخشب بتختلف طبعا كمان نوع المركة أو يعني نوع الموديل من نوع الخشب يعني كلما الهورب غيلي كلما الخشب اللي كان بيتصنع به مخصوص يعني وبعدين بقى في البدلات اللي موجودة هنا سبع بدلات بالنوات السبع حضركم قلت لي بقى اللي هما بدل ما تزبطوا من فوق بدل من فوق بقى هو بقى error ده في القرن التسعتاشر الف تونمية وستين تقريبا اخترع البدلات دي وده كان في فرنسا فالبدلات عبارة عن سبع بدلات دو ري او الكاميرا هتجيب مي فا سول لا سي يعني انتو بتدوزينوا من البدلات دي اه 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 فهو كمان بنعم بليد 2 step مش step واحد يعني ده كده دوبي مول دوبي كار دودياز لو بصينا هنا لو تعالي هتلاقي الوطر مفتوح الوطر مربوط من هنا لهنا ايوه ايوه لما بنزلنا البدال خطوة شايفها دي بتتحرك فبتأثر الوطر اه ما عليش حسنا بس هتجيب اه اه الاجزاء المعدنية دي اه مولي ايوه نسولها بقى من تحت بالمواسير اللي هنا انت لو بستت اجيبه هتلاقيه كله اه 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 قلم اه ميجانيزم معقد جدا فا احنا لما الوطر هو ممسوك من هنا الي هنا فهو فاضي اه دوبي مولة ها لما هانا نامل كده هتلاقي ده الوحدة دي بتعمل كده فبتأثره بتأثر الوطر فيبقى دو بيكار دي اللي تحتيها تعليمه أكيد حدي مش سهل أبداً يا دفدورة تعليمه تعليمه عزف دو بي مول دو بيكار دو ديز ده كل الدو مش الدو دي بس يعني كل الدو اللي في الهر لا وده جزء نحاسي عادي جداً جزء جمالي لا مش جمالي لا هو ده اللي مستبت عليه كل القصة دي الحتة دي بتثبت عليها كل المكانازم ده طب أنا أي عازف يعني بيروح حفلة بيروح بروفا يشيل قلت ويروح يشيل كتبانجة ويروح أه على حسب بقى أنتو بتشيلوا قالتكو إزاي بعربية مستنقلة يعني أنت كل قلت عماية فني هو اللي بيشيلها هي دي شغلتو يعني أي مرة تتحركي فيها بالقلت لازم عربية مستنقلة ماشي معي ولا بتسبيه في الماكد لا ده بتاعي الشخصي ده في البيت ده بعد ما حقلص معاكو هيروح يعني العربية نص نقلق أه بابا برا مستنوع ده شيء عظيم لا والله ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر